قرارات ضمن اللواح هاي اللواح لبيها غلو مبالغة ولبيها تسطيح وتمشي الأمور يعني مثل ما حتى الناس انزعجت يعني دائما تعرفت تتمشي بالملعب ويجيك بطل قزاز براسك لو واحد تصير عندنا صارت أو تهديد أو كذا بسلاح أو واحد يدخل هاي أمور يعني خطرة احنا حتى العقوبات يتقبلها المقابل تكون ما بيها مبالغة تكون واضحة وتكون للحد من هذا الموضوع وتوصل اللي صار بعض العقوبات مو منطقية يعني مو منطقية فصار ردة تفعل القوة الجوية ولو صار معاينة أنا أتكلم مو قضية يعني مثل قوة الجوية أو مع القوة الجوية أنا أتحدث حتى لو صار مع الزورة حتى لو وزارة مع الشرطة حتى لو الموضوع حتى يصير منطقي حتى تتقبل القرار ويصير يمشي القرار بدون انه القرار ما ينضرب واللي صار شنو تغير القرار بمعنى شنو كان متسرع القرار. مو ضمن اللواحي المنطقية. لكن احنا مع الردع او مع اللواحي. سواء مالية او سواء عقوبات حرمان. جمهور. احنا معها. انا شخصيا معها. انت تعترض لها. كان هناك حدود الاحتراب. انت تصير. هي هاي جزء من العملية الاحترافية. وين حدودك? اذا عبرت الحدود. اكو رادع. رادع احيانا مالي. احيانا عقوبة تخصك في اللعب. يعني. تحرمان باللعب. اللي صار مع امراهيم بايش اول شي سنتي. ما اعرف. سنة. بعدين عشر مباريات. هي لو صار من البداية. رادع. اولا ما عدنا احنا في الدورة كله لاعب حرم مثلا خمس مباريات. ما عدنا من لجنة انضباط. ما عدنا بالدورة ممتازة. ما كوش سابقة يعني. ولا عدنا مدربة وصارت من المدربين اكثر. صح ولا خلال؟. اهنانا صارت المشكلة. مو بالعقوبة. نوع العقوبة. فيضعف القرار. انا مع العقوبة اكد. مع ضد اي اساءة من اي نوع. وشنت في الملعب. الحقيقة حتى ابراهيم كان بعيد على الحكم. ما خلينا. وانا واحد ناس اللي ما قليته يتقرب له. بس بعدين ايه؟. الحكم ممكن. ممكن سمع او ممكن سمع اشياء يعني لفظية وحتى حمادي كان بعيد يعني على الخط ويمكن سمع منه شاء الله. او تقرب عليه. انا ما شنت يعني. اما ابراهيم انا تحديدا. حتى شنت مراضي علي ولازم. لكن شا اقول انه العقوبة كانت قاسية. لذلك انضرب القرار. سمع مع عقوبة منطقية اللاعب يتقبلها. الجمهور يتقبلها وتكون واقعية. وتوصل للاخرين ايضا. درس للاخرين درس لللاعب.